حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن ابي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن نعيم ابن همار الغطافاني انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن ادم لا تعجز عن اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا سعيد يعني ابن عبد العزيز حدثنا مكحول عن نعيم ابن همار الغطافاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن ادم لا تعجز عن اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره حدثنا معاوية ابن عمر نحدثنا ابو زيد يعني ثابت ابن يزيد عن برد عن سليمان ابن موسى عن مكحول عن ابن مرة عن قيس الجذامي عن نعيمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره حدثنا ابو النضري وعبد الصمد قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن كثير ابن مرة الحضرامي عن نعيم ابن همار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال ربكم عز وجل صلي لي يا ابن ادم اربعا في اول النهار اكفك اخره حدثنا يحيى بن اسحاق اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن مرة عن نعيم ابن همار انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يا ابن ادم صلي لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره حدثنا حمد بن خالد حدثنا معاوية عن ابي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن نعيم ابن همار قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن ادم لا تعجز عن اربع ركعات اول النهار اكفك اخره حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا محمد بن راشد الدمشقي حدثنا مكحول عن كثير ابن مرة الحضرامي عن نعيم ابن همار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال قال ربكم تبارك وتعالى ابن ادم صلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره ليس بالشام رجل اصح حديثا من سعيد ابن عبد العزيز حثنا الحكم ابن نافع حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن كثير ابن مرة عن نعيم ابن همار ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الشهداء افضل قال الذين ان يلقوا في الصف يلفيتون وجوههم حتى يقتلوا اولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك اليهم ربهم واذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه اشتركوا في القناة